ازايكم يا اجمل متابعين في الدنيا وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت جاية النهاردة وجايبالكم قصة جميلة جدا واسقة ومتأكدة انها هتعجبكم لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الزر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه في احدى كرة صعيد مصر وبالتحديد في احدى المجالس لفض الخلافات كان هلال الهواري قاعد في النص وعلى جنب اليمين راجل بين عليه الغضب فايز هو ومراته ومن الناحية التانية عبد المنام وابنه معتصم ومجموعة من الناس فايز بحدة وصوت عالي متهور والله يا كبير انا كنت ناوي اخد مرتي ونروح نجد محضر في المركز بجي على اخر الزمن حيث تتعايل زي ده يشت مرتي وعيالي مرتك اللي غلطت يا فايز وهي اللي كل يوم تعمل مشكلة مع عيالي ايه هي مستقصدة الودي اللي حلتي ولا عشان ربنا مرزجكش باولاد هلال بص لهم وتكلم بغضب وقال ما تجوموا تضربوا بعض احسن وانا جاعد في وسطيكم فجأة الهدوء بقى هو السيد الموقف وبان على الكل الرهبة منه هلال بحزن معتصم انت شتمت الست نظيمة بالالفاظ اللي تجالت دي ايوة يا كبير بس هي اللي بدأت انا بقول لها تباعد احنا كنا مدورين المكرة نسج الارض وهي جاية تملى مياه قلت لها ما تمليش راحت شتمت في مسكتلهاش دي مش اول مرة يا كبير وكل مرة تعمل مشكلة والمرة الاولى المحكمة هي اللي فضتها لكن المرة دي في شيك هم مضينه هلال بص لنظيمة وتكلم بحده انت بدأت الشكيمة يا ست نظيمة ايوة بس ست يعني يسكت وما يقولش الالفاظ دي وبعدين هي المياه بتنحاش هلال فضل يسمعهم للاخر وتكلم بحزمه وصرمه وقال انتو اللي اتنين غلطتوا في بعض المياه مش بتنحاش يا معتصم وانت يا نظيمة غلطانة ودي مش اول جاعدة ليكم لو فضلتوا انتو اللي اتنين مسكين في نجير بعضك دي انا هشيل يد من الموضوع والشكات اللي انتو كتبينها على بعض هواديها المحكمة وساعتها انتو اللي اتنين هتغرمه مئة الف جنيه اظن انتو عارفين دي كلهم بصوا البعض بحيرة وهلال اتكلم بهدوء وقار اعتذروا البعض وخليكم في حالكم وانت يا نظيمة بلاش جر شكل بعد انتهاء الجلسة هلال خلص اللي وراه وراح ركب عربيته وتحرك ناحية بيته بيت الهوارية احد اهم عائلات الصعيد في بيت الهواري كان من اكبر البيوت في المحافظة دليل على سراء اهله في واحدة من القوض كانت فتون قاعدة في البلكونة وبتتفرج على الشوارع والناس وهي متضايقة لانها مش قادرة تخرج من البيت جميلة جدا مجزابة شعرها ناري قصير ملامحة صغيرة ورقيقة فائت من شرودها على صوت بنت عمها سمة وتبقى اخت هلال اتكلمت سمة بتبسامة صرحانة في ايه يا ست فتون فخوك المفتري قالتها بديق وهي بتبسل سمة اللي ابتسمت بهدوق وقالت هلال يا شيخة حرام عليك بجهلال مفتري ده انت اللي ظلمة لو هو مش مفتري ليه حبسني في البيت انا بجلي شهرين مخرجتش من البيت هو له عندي ايه عشان يحكم علي ولا هو فكرني واحدة من الناس اللي بيقعد معهم في المجلس حاجيجي يعني انا مش عارفة هو ازاي باردك ده هو الله يفتون الناس كلها بتحبه لكن انت اللي عندك عقدة معاه وبعدين هو انت تعرفي ايه عنيه اصلا علشان تحكم عليه ده اخر واحد في البيت ده ممكن تعرفي عنيه حاجة هو يا رب معرف حاجة ده يعيني على مرته دي هتكون امه دعي عليها ده يا بختها يا بيت يا بختها بجد بواحد زي هلال الهواري ده كفاية عليها الحب اللي هيحبه لها دي هتبقى غالية ده كفاية انها هتتجوز واحد صعيدي من الهوارة يعني رجلت الدنيا فيه يا بخت خليك انت في جو الصعيد ده انا بجعا نفسي عايزة سفر مصر وعيش فيها يعني مش هوافق اللي على واحد من مصر او حتى يجعدني فيها لكن اتجوز صعيدي لا انت مش شايفة بتعمل معنا كيف ده قلبه جاحد ولو طلع منه كلمة حلوة تبقى بالغطارة وبعدين ليه يحبسني في البيت كنت اعملت ايه يعني والله بكرة تجوز واسيب الصعيد مخصوص علشان ابعد عن وشه سمد حكيت وضربت كفة على كف ومين هيوافق بجا ان واحدة من الهوارة تتجوز وتسيب الصعيد اكيد هيبقى رجل ملوه دومه مزي اي حد ويقدر على هلال الهواري هادي نفسك مش هيحصل مفيش حد يقدر على هلال ده خويا وانا عرفاه فتون سمعت صوت عربيته وبصت عندما ادخل البيت شافته جاي جيبت فسرته هجه يا ريتك افتكرت حاجة عيدة لمي لسانك ده كبير الهوارة بعد جدي فتون بصت لها بلم وبلاه ورجعت بصت للبالكونة هلال نزل من عربيته بعد ما ركنها رفع راسه وكان في مواجهة قضتها شافها وهي قادة لكن اول ما شافته بصت له بكبرياء وديء فتون هوارية حتى لو عايزة تخرج من توب الصعيد لكن طبعها هواري كانت مخنوقة منه لانه امر انها ما تخرجش من البيت وفعلا مش عارفة تخرج هلال دخل البيت وهو حاسس بالغضب لكنه شاف جده وهو قاعد في الحوش وهو سرحان وبين عليه التفكير راح نحيته وتكلم بجدية وهو بيقعد جنبه بوقار عجلك مجغول في ايه يا كبير هوارة همام الهواري كان قاعد بوقار وهيبة وسند على عصيته وقال النهار ده جالي مرسل من عند عيلة النجعاوي هلال انتبه له وتكلم بحدة عايزين ايه عايزين نعمل جاعدة صلح نفض بيها الخلافات اللي بين هوارة والنجعاوية بس اني مش عارف ارد اقول ايه هواري تجتل على يد واحد منيهم واحنا جتلنا واحد منيهم لكن عمك اتخذ غدر وتجتل على يدهم لكن لو فضلنا فاتحين للدم ببان هيروح فيها حد تاني بعد ما عمك تجتل انت بتفكر في الصلح همام رفع راسه وبص نحية فتون وقال ابوها تغدر بيه على يدهم رغم ان اللي جتلوا عدم فتون ما نسيتش طرى ابوها يا جدي لكن سيبك منها انت بتفكر في ايه من ناحية النجعاوية انا شايف انهم خلاص يا هلال مفيش منهم خوف وخلاص انجتل من عنديهم زي من جتل من عندينا الهواري ما يتسويش بحد يا جدي عارف يا ولدي بس لازم ان المركب تمشي وفات سنين على العداوة دي وهم من مصلحتهم اننا نتصالح وخصوصا اننا موجفين لهم شغل كتير وما تنساش ان احنا كمان لنا مصالح كتير عندهم على العموة انا هفكر في الموضوع ده واسبها على الله ولازم نشتشير باجة هوارة لان الصلحة او الخلاف لازم يبقى بالاجماع وهم هيكونوا موجودين في الجاعدة وما له يا هلال صحيح عملت ايه في مجلس النهاردة هلال فضل قاعد يتكلم معاه وبعد شوية دخلوا الاتنين البيت فتون قامت فجأة من مكانها وتكلمت بغضب وحدة وهي بتبص لسماء من جلك الكلام ده يا سماء سماء تهلال بيتكلم مع ماما وجدي ان جاعدة الصلحة تبقى هنه في البيت وان النجعوية هيحضاره عشان يحاولوا يفضوا المشاكل اللي بين العيلتين وخصوصا ان الهوارة موجفين شغل النجعوية فتون بغضب وكره معجولة بعد كل اللي عملوه يتصلحوا معجول بعد ما بويا مات على يد الكلاب دول عايزين يحلوا كل ده بكلمتين واتفاج مش هيكمل ساعتين ده مستحيل وده ما بويا يروح حضر ليه ايه دي يا فتون وبعدين انا بجلك عشان اعرفك بدل ما تعرفي صدفة يعني ما تندميش فتون بتجاهل لكلامها والشاملول اخوكي موافق على الكلام ده فتون في ايه ما تعجلي كلامك انا غلطانة اني قلتلك اخوكي ديه اناني يا سماء انا بكرهه ده بني ادم ما عندوش دم عشان مصالحه الشخصية نسي طار عامه بدل ما يروح ياخد بطاره عايز يحط يده في يدهم علشان المصالح ولما يروحوا يقتلهم يبجحنا سفدنا ايه ما هم هياخدوه يعدموه مع ان اللي جات العمي مات خلاص وبعدين هلال مشك ده واني فعلا غلطانة اني قلتلك فتون ما هتمتش بيها وفضلت قعدة مكانها وهي مأهورة سمس بيتها وخرجت غصبة عنها بدأت تعيط بحرقه وقهر على ابوها اللي مات بسببهم لانه تقتل غدره على ايد واحد منهم في لحظة غضب وانفعيل قامت من مكانها خرجت من قضتها وطلعت السلم ووقفت قدام باب قطو وهي متجهلا ان الوقت اتأخر خبطت على الباب وكوة هلال كان بيدخن سجارة في البلكونة لكن فقع لصوت الخبط على الباب دخل قطو وتكلم بجدية وهو مستغرب من اللي هيجي في الوقت ده مين هقاني بص نحية الباب بدهشة واخد قميسه لبسه وتكلم بحده ايه اللي مطلعك هنيه دلوقتي انت مش ملاحظة ان الوقت اتأخر انا عايز اتكلم معاك وده اللي خليه يفسر انها عرفت موضوع الصلح ايه اللي جابك هنيه دلوقتي لو حد شافك يقول عليك ايه بالتعامي فتون بحده وهي بتدخل القوضة يقول اللي يقولوه لكن انا عايزة تفسير اللي بيحصل واللي سمعته هلال رفع حاجبه بحده وتكلم بهدوقه وقال وايه اللي سمعته انتو منويين تعملوا جاعدة صلح مع النجعوية وانت ايه دخلك في الموضوع ده من امتى الحارين بيدخلوا في شغل رجالة لما يكون بوي مات على يردهم ايه نسيت ان عمك ولا المصلحة عمية عيونك عن الحجيجة ده بوي كان بيتبرك ولده واني ما نسيتش عمي يا فتون وشغلنا ملوش صالح بي ويلا تفضلي على قطك لو واحدة شافتك من الخدمين وجلت للناس عارفها يقولوا ايه عنك يقولوا اللي يقولوه بس لو عملت اللي في دماغك ده هي بجنسة اني لك بالتعام اسمها فتون لاني ساعتها سيب لكم الصعيد وهج قالت كلامها وهي بتبصله بجرأة وهي مش قادرة تتخطى موت ابوها هلال بدأ يقرب منها لكنها فضلت وقفة مكانها بكبرياء لكن ما تنكرش ان من جواها خافت من نظراته اللي كلها كره وغضب ملع عليها وتكلم بحدة اعمليها يا فتون عشان تلاقي نفسك جزة همد جنب ابوك الله يرحمه وساعتها انا اللي هكتلك بيدي لو هتجبلنا العار انا بكرهك يا هلال وندمنا ان كنت بعتبرك حد غالي علي بس هيجي يوم وتجوز واسيب لك الصعيد باللي فيه بالاذن يا كبير الهوارية كانت هتمشي لكنه مسك اديها بغضب شدها نحيته بكوة لدرجة انها تصدمت في صدره مفيش واحدة من الهوارة بتطلع بره الصعيد يا فتون وانا مش هسمح لأي حد انه ياخدك انت صعادية حتى لو انت عايزة تنكري ده مش هتقدري ومش هتبعدي عن الصعيد انت فهمه؟ في الوقت ده الباب اتفتح ودخلت نبوية والدة هلالة على الصوت لكن شاءت بحدة اول ما شافت فتون في الوقت المتأخر ده وهي قريبة منه كده انتو بتعملوا ايه في السعادة لوحدكم فتون بعدت عنه وتكلمت بهدوء مفيش يا مرة عمي بس كنا بنتحدثه خير يا امه ايه اللي مسحك لحد دلوة وهيجي منين الخير يا ولد بطني وانتو واكفين تتكلموا في قطتك في الساعة دي افرد حد شافكم يا كبير هيجولوا ايه وانت بتعملي ايه عنديك تعالي هنا فتون راحت وقفت جنب نبوية اللي حصل ده ما يتكررش تاني واحمدوا ربنا انني اللي شفتكم محدش تاني وإلا كانت هتبجى مصيبة هيلا نزلي على قطتك يا فتون فتون بصت لهلال بغضب وفعلا نزلت ونبوية قالت ما يصحش اللي بيحصك دي يا هلال بتعمك ما بجتش صغيرة ولا انت صغير ووجودها في قطتك السعادة عيب وغلط احنا كنا بنتكلم مش اكتر انا عارفة وعارفة ان اخلاجك مفيش زيها بس انت شاب وهي ما بجتش صغيرة ومشاء الله حلوة وزي الجمر اي نعم لسانها متبر منيها بس ده طبع الهوارية لكن انت كان لازم تخليها تنزل دلوقت وتتكلموا بعدين لو حد شافكم يا ولدي مش هتخلص من الكلام هلال ما ردش عليها وكانت هتخرج من القوضة لكنها بصت له وقالت فتون خد طبعها كتير لازم نفتح الباب للناس علشان تتجوز بجا اللي انتم عايزين تعملوا عملوه لكن فتون مش هتتجوز اللي هواري هي بجده هي مش هتخرج من الدار لان انت اللي عليك الدور في الجواز قالت جملتها وخرجت من القوضة وثابته يفكر في كلامها ولكنه تجاهله وراح ينام بعد يوم في بيت الهواري الخدمين كانوا مشغولين في تحضير الأكل لان عائلة النجاوية هيحضر كبرتها النهاردة في قاعدة الصلح فتون كانت وقفة معاهم وهي بتجهز الأكل ونفسها تحط لهم في سم وتخلص منهم وهي مستنكرة وجودهم في بيت الهواري من الأساس نبوية بجدية وهي بتبص لها جطع الخيار بالراحة بلاش تطلعي في غلك يا فتون فتون سابت السكينة وبصت لها وقالت يفتكم في ايه الصلح يا مرات عمي ولا هو دم بويا رخص عنديكم هنعيده تاني يا فتون ما خلاص يا بيتي اللي هم شايفينه صحها يعملوه انسي باجا انسى انسى بويا اللي مات على يدهم انا هين علي حط لهم سم في الوكل بس العب مش عليهم الغلط على الكبير اللي جاب للزل دي على الهوارة وهيحط يده في يد النجعوية اخراسي خالص مش عايز اسمع صوتك ويلا طلعي على قطك واعدي للادي على خير وما تطلعيش منيها النهاردة وانهاب جبعت لك الوكل مع واحدة من البنات يلا مش عايزة منكم حاجة قالت جملتها بغضب وخرجت من المطبخ وهي مخنوقة منهم لكن في نفس الوقت هلال كان نازل السلم بصلها التركيز وهي بدلته النظرة بكره وثبته وطلعت وصل رجالة النجعوية ودخلوا بيت الهوارة بعد سنين طويلة من الخلافات كان في استقبالهم همام الهواري وهلال الهواري وكبرات هوارة فتون كانت قاعدة في البلكونة وغصبة عنها كانت بتعايد بقهرة على موت والدها وهي شايفة اللي تسببه في قتله دخلين بيته بكل بجاحة سما دخلت القوضة ووقفت جنبها وتكلمت بحزن انا عارفة انك زعلانا مني يا فتون وعارفة انه حاجك تزعل مننا كلتنا بس تزعل من جدي همام ده الواحد اللي ماينفعش تزعل مني لان اللي مات لو هو ابوكي يبجابنه وهو اكتر واحد حزين عليه سدجينك ده احسن يا فتون مش هنفضله طول عمره واجعين في الخلافات دي لان اللي بيروحوا فيها ملهمش زنب فتون غصبة عنها بكت بحرقة وسمح حضنتها بحنان وقالت علشان خطر يهدي نفسك وسيبيها على الله بعد ساعة ونص كان الرجالة بيقروا الفتحة على الصلح بعد ما كل عيلة قالت شروطها واللي اتنين اتفقوا اخيرا يونس النجعوي كبير النجعوية بالتسامة بما اننا جرينا الفتحة على الصلح احنا كنا عايزين نفتح صفحة جديدة يا شيخ همام ويبجابننا الود علشان نجده احنا عايزين نطلب يد بتكم في تون لحفيد يا علام وانتو تاخدوا واحدة من بناتنا ويبجا الفرح رجع لليلتين همام سكت وهو مش عارف يرده يقول ايه لكن هلال اتكلم بحدة وغضب حج يونس احنا اتفاجنا خلاص وقلنا شروطنا وانتو وافقتم عليها لكن من ميتة وهوارة بيجاوزوا بناتهم لغير الهوارة وبعدين انت جاي تخطب على خطبتي يعني ايه يعني فتون الهواري مخطوبة لابن عمها همام بصله بجدية وهو عارف انه قال كده علشان ما يحصلش مشكلة تاني وهم لسه متصلحين اتكلم يونس بخب سؤال الف مبروك يا هلال بس محدش جال يعني انها مخطوبة ولا انت خطبتها من ميتة اصلا وميتة الفرح بجا كتبك تابع عليها الشهر الجاي وانتو كلكم معزومين الف مبروك يا كبير الله يبارك فيك فقودت فتون بعد كام يوم فتون بدهشة نعم هلال مين ده اللي اتجاوزه انتو بتهزره صح لهو كمان الشهر الجاي وطي صوتك يا فتون اشغالين يسمعه وبعدين كلمة جدك تجالت خلاص بس انا بجا مش موافقة ومش هتجاوز هلال لو اخ الرجل في الدنيا وايه كمان يا بتي متولي ما احنا مش هنعرف نحكمك يا جد هلال مين ده اللي اتجاوزه انت تردهالي ده قلبه جاحد ومش هيصني واني مش بطيجه هتجاوزه ازاي بجا اسمعي الكلام يا فتون وبعدين انت ما بجيتش صغيرة اللي زيك معهم عيال وهلال ده كل عائلات الصعيد تتمنى تناسبه بس مش هني انا مش عايزه ومش جاب لاه والكلام خلص انا مش هجعو دادي فيك لان راسك نشفة وخلي في علمك فراحكم بعد شهر ونص وانتي ومرت عمك هتنزلوا تشتروا كل اللوازم اللي انتي عايزها يا عروسة لاني خلاص جريت الفتحة معاه فتون بصت لهم بديق وثبتهم وخرجت دماغها نشفة يا عمي وهتتعبه ما تجلجيش نبوية هلال ماينفعش يتجاوز واحدة غير فتون لو دماغها نشفة تلين وهلال يلين الجبل يلا طلع انتي ويومنك ده تغذيها وتنزله علشان تشتروا كل الحاجات اللي هي عايزاها حاضر يا عمي ربنا يهدي سرهم خرجت من المكتب وراحت لقودة فتون تحاول تقنعها فقودة فتون اتكلمت سما وقالت والله يا فتون هلال جدع وطيب وما يستهلش انك تكرهيه كده واني هعمل ايه بطبته دي انا مش عايزا يا سامة هو بالعافية وبعدين ما هو العمل الحواجز دي بيننا من زمان جايين دلوقتي عايزين نتجاوزه ليه حد جالكم اني مهزقة وبعدين ده انا امنيتي كانت اني اتجاوز واحد واخرج من السعيد فجم اتجاوز كبير الهوارة يعني هفضل طول عمري فيه لا ده مستحيل انا لا يمكن اوافق بلاش عندي يفتون عشان من زمان وانت عارفة اني مفيش واحدة من هوارة بتتجاوز بره السعيد دي عادات عندك حج يا مرت عمي بس عمره مكان بالغز بس انا هفكر في الموضوع وان شاء الله هلجالها حل بس اسيبوني انام دلوقت لاني صدعت وما بجدش جدر افكر نبوية وسماء بصوا البعض باستغراب لكن فعلا خرجوا من القوضة تحت نظرات فتون بجانا تجاوز البناء ادم ده يا رب خده لا بعيد الشر عليه بس هو اللي بعدني عنه زمان جيد الوقت عايز يتجاوزني عدى الوقت بسرعة وفتون بتنزل مع عمرات عمها يشترك كل حاجة وفكرة انها تهرب بالطريدها لكن هتهرب على فين وليه تجيب العر للهورة والاهلها والاكيد ان هلال مهما بعدت هيلاقيها وساعتها هيقتلها كانت بتحاول دايما تهدي نفسها وهي بتصلي وتبعد الافكار دي عن دماغها وتحاول تتقبل هلال ما تنكرش من جواها انها عارفة انه طيب وجدع فتون كانت بتعدي بسرعة لحد ما جه يوم الفرح وكان فيه ناس من كل الصعيد فتون كانت وقفة في اوضة بفستان الفرح وهي بتبص للناس اللي حضرت من كل حتة لامت نفسها على افكارها بالهروب كنت عايزة تهرب وتسيب كل دول يشمتوا في الهورة يا فتون ويشمتوا في جدك الظاهر ان فعلا سمكا معها حد اني جالبي معفور في الهورة والصعيد حتى لو نكرت ده غمضت عنها وهي بتشد الستاير ودخلت غيارة فستان فرحة وراحة تتوضت وهي حاسة بشعور غريب يمكن لسه مش مصدقة انها تجاوزت هلال شعور الغضب من جواها كان كل يوم بيقل لحد ما حست النهار دا ان كل دا تبخر وكانت فرحانة وهي وسط البنات عارفة انها تجاوزت راجل يقدر يحميها رغم كلامها الدبش دايما عنه لكن هي متأكدة ان هلال اكتر واحد يليق بيها لكن مع ذلك خايفة منه وخايفة انها تكرهه بسبب الخطوة دي فاقت من شرودها على صوت خبت على الباب وامرات عمها فتحت ودخلت ومعها واحدة من الشغالين انا جبت لكم العشاء يا حبيبتي الف مبروك يا فتون وربنا يجعل لكم الصالح الف مبروك يا حبيبتي قالت جملتها وهي بتحضنها بحنان حط الصينية هنا هي نعمة وخرجي نعمة فعلا ثابت العشاء وخرجت ونبوية قفلت الباب وراها في ايه يا مرات عمي انا عارفة انك مش بتكره هلال يا فتون وصدقيني هو يتحب هلال طيب وابن حلال حتى لو دايما بين عليه الغشم لكن لما تجرب مني هتعرف اني مفيش زيي صدقيني من وهو صغير كانت دايما عينيه عليك وحتى لو هو ما جلش كده ولا اعترف بدا لكن انت الوحيدة يا فتون اللي بيسيبها تهبل بالكلام وما يقول لك ايش حاجة رغم عندك ده انت مش مخصوبة علي يا بتي بس احنا شايفين انجوازكم ده في مصلحتكم انتو الاتنين وربنا يساعدكم فتون ابتسمت بهدوء ونبوية سبتها وخرجت هلال دخل القوضة بعد ما الكل باركوله لقاها قاعدة على السرير وهي لابسة الازدال وسرحانة السلام عليكم قفل الباب وراه لقاها بتبصل وسكتة السلام لله يا فتون هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته راح اخد هدوم لي ودخل يغير خرج بعد شوية وراح نحيتها اخد مخدة تحت نظرات الخوف اللي في عيونها لكنه اخد مخدة وحطها على الكنبة واتكلم بجدية انا عارف انك وافقتي بس عشان سمعي تهواره واني مش هقصبك على حاجة يا فتون تصبحي على خير انت هتنام على الكنبة عشان تغضي راحتك طب لما جدي ومك يجي الصبح محدش يقدر يدخل هناه واني هبجفتح لهم نامي يا فتون وما تخفيش الدار امان فتون بصت له وابتسمت وهي مش مصدقة لكن فعلا حست بالامان ونامت هلال كان بيبصلها وهو مش مصدق انهم اتجوزوا فتون زي الحصان العربي مفيش زيه اصيل وله كبرياء وفي نفس الوقت جميل اتعدل في قعدته وهو بيبصلها وافتكر لما كانوا صغيرين وكانوا دايما بيلعبوا سوا لحد ما هو كبر وهي كمان وبدأ يبعد عنها عشان الناس ما يتكلموش عنها بشكل وحش لكن بعد كل السنين دي فتون بقت مراته وكأنها غزال شارد بعد مرور شهر الاوضاع كانت هدية جدا وعلى نفس الحال لكن الكلام بينهم بقى احسن بكتير وهي تعرف عنه كل حاجة وبقت تسمعوا كانت بتحس انهم رجعوا زي الزمان لما كانوا قريبين وده مخليها حاسة انها فرحانة هلال دخل الاوضاع وهو حاسس بالارهاق بصلها لقاها قاعدة جنب البلكونة ابتسم وقرب منها سرحانة في ايه يا ست البنات كنت بتفرج على صور بتاعتنا الزمان وشفت الصورة لنا سوا قالت جملتها وهي بتبص الصورة لها لما تولدت وهلال كانت شايلها وبيبص خدها هلالي اتسم لما شاف الصورة وتكلم بحنان كنت زي الجمر لما تولدت يا فتون لما تولدت بس انت كل يوم جمالك بيزيد يا فتون وانت كمان كنت شاجي وانت صغير بس عارف يا هلال انا كنت بحبك جوي انا فكرة لما كنت تشلني دايما وتشتريلي الحاجات اللي بحبها كنت دايما بدور عليك دونان عن كل ولاد عمي عشان اجعد لعب معاك واتكلم معاك كنت بحبك قوي اكتر من اي حد في البيت ده مش هنسى ابدا لما بوية تجدها لوانا عرفت يوم هجريت عليك انت يا هلال وفضلت حضنك وانا بعيط كنت لسه 16 سنة بس فكرة كويسة زي هدتني وكنت بتخاف علي لكن كل حاجة تغيرت بعديها بس جلبك بججاسي وانسيتني وازاي كنت تبعدني عنك مع اني والله ما عملتش حاجة عفشة وانشغلت في الجلسات والشغل والهوارة واني ما بجاش ليه اي مساحة في حياتك هنا هلال قاعد جنبها وابتسم وقال انتي ما كنتش صغيرة يا فتون وكنت عروسة زي الجمر واني كمان ما بجتش صغير ولو كنا فضلنا نتكلم ونتعامل بنفس الطريقة كان كل اللي في البيت هيتكلموا عنك واني مش هسمح ان حد يقول في حاجة نص كلمة بس انت بعدتني جوي يا هلال كنت خليك زي ما انت وتجوزني بس ما تبعدنيش انا كنت حسن بجت لوحدي وما فيش حد جنبي انت الوحيد اللي كنت بعتبره كل حاجة ولما بعدت فجأة وبجت عميني وكأني عاملة فضيحة كرهتك وكرهت نفسي واني بفكر يا ترى انا عملت ايه مع اني كنت بحبك ولسه بحبك يا هلال بحبك جوي فتون انت وعي لكلامك ده انا هلالي اللي جلبه جاحن انت نسيتي كلامك عمري ما نسيتي يا هلال انا اقولتك ده بس ده كان من زعل منك كنت متضيقة من طريقتك الجفة معايا وكنت ببقى متغازة عشان جدهته للوقت كنت بقول اني هتجوز وهسيب الصعيد عشان ما شفكش تاني بس ابقى كدبة لو قلتني ما بحبكش بس زعلت منك اكتر لما صرحت النجعوية وانت عارف ابويا كان ايه بالنسبالي ده كان كل حاجة يا هلال انا عارفة ان اللي جتل وتجتل وخلاص فاتت سنين بس هو ابويا مهما كان وسدجيني هو كان بالنسبة ليه اب يفتون لكن هو لو كان عايش كان بادر بالصلح لانه عمر الخليفات دي ما هتنتهي لو فضلنا وقفينك ده عارفة يا حبيبي حبيبك حبيبي وجوزي وكل مالية انت عارف يا هلال انا حبيتك اكتر بعد ما تجوزنا لما لجيتك بتديني مسحتي عشانك ده عايزة عايش معاك العمر كله هلال ابتسم بسعادة وملع عليها وبسرصها وقال واني عمري ما هجسر معاك يا فتون واني كمان بحبك جاوي بحبك لدرجة اني كنت دايما بنكر ده وخيف منه بس خلاص ما بجاش في داعي لكل ده يا حبيبتي فتوني بتسمت برده وحضنته والحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم واستنوني في قصص تانية كتير دمتم فأمان الله